استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الكذبية صباح اليوم وفدا من البرلمان الأندنسي برئاسة السيد آسب موصول رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأندنسية البحرينية حيث بحث سموه مع الوفد علاقات التعاون التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية أندنوسيا الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وخلال القارة حب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالوفد البرلماني الأندنسي مشيدا سموه بما يشهده مسار التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية أندنسيا الصديقة من تطور مستمر في مختلف المجالات في ظل ما يربط بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين من روابط وعلاقات متميزة تتسم بمستوى عالم من التفاهم والتنسيق لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع جمهورية أندونيسيا الصديقة منوها سموه بما تمثله أندونيسيا من ثقل سياسي واقتصادي كبير في العالم الإسلامي يؤهلها للقيام بدور بناء في مد جسور التعاون بين الدول الإسلامية والأسيوية وحشد الدعم للقضايا العربية والإسلامية في المحافل الإقليمية والدولية وأكد سموه أهمية التعاون البرلماني في تقوية أواصر العلاقات بين البلدين من خلال دعم الممبادرات الرامية إلى الارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين من جانبه أشهد وفد البرلمان الأندونيسي بما لمسه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين منوها الوفد بما يربط البلدين والشعبين الصديقين من روابط صداقة وتعاون بينها في مختلف المجالات معربا الوفد عن تطلعه لأن تشهد هذه العلاقات مزيدة من التقدم والازدهار لا سيما في جانب تعزيز التعاون البرلماني والمشروعات المشتركة التي تعود بالنفع على الشعبين الصديقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة